حتى للقناة العامة بإذنه سبحانه وتعالى وسوف نتطرق بعد تحليل السوق وتحليل الوضع الحالي للماركت سوف نتطرق بإذن المولى عز وجل لبعض أساسيات الإشيموكو مرة أخرى وكيف يمكن قراءة الشرط به بكل بساطة وسأعطيكم أسهل استراتيجية لفهم كيف يمكنك فهم الإشيموكو واستخدامه بكل بساطة إن شاء الله وسوف أعطي مثال حي يسهل معه فهم واستخدام هذا المؤشر على الحياة العامة بإذن الله وخلال التداولات العادية للإخوان إذن على بركة الله نبدأ كما قلنا هناك سؤال لأحد الإخوان ليس الأول وليس الأخير كما قلت أنه يريد علي دائما تقريبا على مثل هذه الأسئلة وعلى الخاص أن سؤال أريد عملة سوف تطفع أريد عملة سوف أحقق بها أرباحا أريد عملة أو ما هو أفضل عملات الموجودة حاليا للدخول في أسوق ما هي العملة التي تنصح بها الآن على هذه الشكلة هذا السؤال يخفي في طياته مجموعة من الأشياء هذا الأخ السائل الكريم أكيد هو يتوسم فيك خيرا أن تعطيه عملة يربح منها كما عودته مثلا في كثير من الحالات كنت تعطيه عملة فتتحرك إجابا ويربح منها وغير ذلك فهو يعتقد أن بيدك اليد السحرية التي تحرك السوق وبالتالي حينما تقول سوف تطفع فيكون توفيق الله لك في كثير من الحالات وطبيعة مع العلم الذي عندك فيعتقد هذا السائل الكريم أنك ملكت السوق وأن دخولك كله أرباح ولا تخطئ أبدا إلى ذلك من أمور ولهذا مثل هذه الأسئلة أردت يعني هي مهمة جدا لهؤلاء الإخوان الذين يسألون هذه التساؤلات تساؤلات منطقية والسؤال الذي يطرح نفسه على وضع السوق الحالي ما هي أفضل العملة التي سوف تربح تربحك من خلال هذا السجارة مثلا إذا أخذت سؤاله على محمل جد وأخذت سأقول له بكل بساطة هو أننا في الوضع الحالي للسوق على شفاء حفرة من النار الوضع الحقيقي للسوق هو أننا على شفاء حفرة من النار إغلاق أسفل الثلاثين سيكون كارثيا بالنسبة للبيتكول وعملات الرقمية وهذا الأخ الكريم الذي يسأل عنه لا سوف تطير يعني احتمال قد يكون هذا ويكون هذا نهاية البير ماركت على هذه المستويات أو هذا التصحيح على إن صح التعبير على هذه المستويات تكون نهاية البير ماركت بين قوسين وهذا التصحيح الذي حدث والأمر يكون طيبا بإذن الله سبحانه وتعالى لكن ماذا لو عكسنا ونزل أسفل وبدأ العد العكسي بين القوسين إذا مثلا قامت أمريكا مثلا وقالت أن البيتكوين يشكل خطرا استراتيجيا على الولايات المتحدة الأمريكية وأنه يشكل خطرا على الدولار إلى غير ذلك الأمور وبعد الطبع الكميات الخرافية من الدولار فيجب يجب محاربة هذه العملة إلى غير ذلك الأمور فربما نصبح في كارثة والله أعلم لذا أخي الكريم بالله عليك لا تعتقد أن أي محلل كيفما كان نوعه يملك الحقيقة قل لو كنت أعلم الغيبة لستكثرت من الخير وما مسني السوء يعني لو كنت أعلم الغيب لا قلت لك سوف أدخل أولين يعني سوف آتي للعمنة التي أراها أنا فيها وأدخل بكامل الكمية وأربح مثلا 50% 100% ويكون هكذا في كل يوم أفعل هذا وتكون محفظتي خلال أيام عدة ملايين على هذا الحساب وهذا على عكس الحقيقة أننا حينما نتحدث في هذا السوق نتحدث دائما عن إدارة مالية عن سيكولوجيا للسوق عن وضع السوق إلى أي ذلك من الأمور عن عكاس السوق عليك يعني مجموعة من الأدوات التي تساعدك على أن لا تتضمر من خلال هذا السوق هذا السوق كما تعلم أن تقريبا ربما 90% منه أو أكثر يخسرون لذا كن واقعيا وكن واعيا بما يقع من خلال هذا السوق لذا سأقول لك الوضع الحالي للبيتكوين لم يتغير بعد هذا النزول الحاد الذي حدث للبيتكوين خلال الأيام ماضية أو بعد هذا الموسم التصريفي الذي حدث في هذه القمام وصلنا إلى تجميع أسفل هذا الرنج وهذا الرنج الذي سطرته لك بين هذين المستويين بين منطقة الثلاثين ألف والثلاثة وأربعين ألف تقريبا بين هذين المستويين عندنا رنج باختصار شديد ما هو الرنج الرنج هو منطقة تجمية تكون عرضية على هذا الشكل تقريبا وتداول الرنج هو إما عبارة عن أكوميليشن فيس أو ديستريبيوشن فيس أو غي أكوميليشن فيس أو غي ديستريبيوشن فيس أربع الحالات التي بعدها يكون الإفكت كما يقول يعني ويكوف الإفكت هذا كوز وهذا إفكت الإفكت هو الذي أن يكون ناتجا له سواء صعودا أو نزولا بعد إما تجميع فيكون صعود وإذا كان تصريف ثم يكون نزول وخلال الرنج بين قوسين وضع الرنج كيف نتداوله على العموم تداول الرنج يكون بشراء الدعوم والبيع عند المقاومات بكل بساطة لذا إذا سألتني عن وضع السوق نحن أي عين بين هذين لمستويين في مستوى ما نسميه المنتصف أو حتى إذا أخذت هذا المستوى الذي هو عبارة عن point of control أي أن السلولة تتوسط على هذا المستوى وهو الوسط وهو وسط الرنج وسط الرنج يعني لا أدري هل سوف نذهب إلى هذا المكان أو إلى هذا المكان وهذا 50-50 بين هذين المستويين 50-50 إذن أنا حينما أتداول داخل الرنج أتشتري عند هذه الأماكن حينما كنا هنا قلنا اشتروا لكن هنا منطقة حجر الربح هذا المستوى منطقة حجر الربح إذا وصل الصعود سوف يستهدف هذه المنطقة كأقصى تقديري إذا أخذنا بعين الأعتبار أننا سنبقى داخل الرنج مدة طويلة لذا هل هناك عملة سوف تتحرك حاليا؟ لا إذا أخذنا بعين الأعتبار أن البيتكوين لا يتحرك على هذا الوضع وصلنا إلى منطقة يجب أن ننتظر كيف ستكون الحركة خصوصا أنه وصل إلى مرحلة الـ Point of Control ومرحلة فيها بعد التصحيح أكيد سيقول لأحدهم هو فعلا لقد كسرنا بعد أعدنا الكسر هذا الترند والارتكاز عليه هذا شيء إيجابي جيد ممتاز كسرنا وارتكزنا على هدين الترند يعني الترند هذا وهذا الترند نفس كليهما اخترقناهما وارتكزنا عليهم هذا شيء ممتاز كذلك إذا أخذت المؤشرات خرجت بين قوسين على الأربع ساعات وذهبت إلى مناطق ممتازة إلى مناطق النوتراليتي وما فوقها منطقة الحياد وما فوقها هذا شيء إيجابي أي أنه البوليشنس بذأ بين قوسين ينتفض ضد البيريشنس أو أصحاب البير يعني هؤلاء الذين هناك حرب طاحنة بينهما لذا أنت كإنسان مبتدئ أو شيء ليس عندك من العلم هو حينما نكون داخل الرينج حاول أن تشتدي أسفل الرينج ولا تحاول أن تلعب هنا إلا إذا أردت أن تتداول بمعنى أنه ستقول لي أنا أريد أنه بعد تصحيح مثلا هذا الذي حدث لبيتكوين أي أننا تقريبا 45% من السعر الحالي ممكن أن تعمل هنا ما نسميه دولار كوست أفريج أي تشتري على مراحل يعني مرحلة هنا سعر ممتاز للمدى الطويل إذا وصل بين قوسين البيتكوين إلى المدى الصاعد الذي الكل ينتظره يعني هذا هي الفكرة مادم الترند صاعدا فلا نغير نظرتنا لوضع السوق ونتداول إلا بما نرى نرى أنه حاليا لا زال البيتكوين إذا أخذت فالبيتكوين في تجاه عام صاعد بدون أي منازع لا أحد ينازع كعلى أنه هذا عبر السيكل وهو ترند صاعد دون أي نقاش لكن في المرحلة الحالية بين قوسين كما شرحناها عدة مرات وقلنا أن هذا الـ M ويكلي ليس بالأمر طيب على الإطلاق هذا نوع من الـ M الذي يقول لك لن تتجاوز هذا السوق على الأقل في الوقت الراهد خلال أسابيع المقبلة لا يمكنك أن تتجاوز إلا بإعادة كسر هذا الـ M هذا الـ M ويكلي هذا الـ M ويكلي نحدد به بين قوسين نهاية بول ماركت على العموم قلنا أننا نحدد لو كسرنا هذا المستوى بهذا الـ M ويكلي الآخر انتهى الكلام 95% ذهبنا إلى بير ماركت يعني المسألة بكل ما تحمل الكلمة من معنى يعني المسألة ليست بهذه السهولة إذن حينما أصل بك إلى هذه المستويات وأقول لك نحن في مراحل ليست جيدة على الإطلاق لكن على التجاه العام الصعيد المترجم فهذا جيد والأسعار التي إذا اشتريت منها خصوصا أنك تشتري من أماكن شراء حيتان فهذا طيب بإذن الله فهذا جيد وممتاز لك كإنسان كإنسان يستخدم استراتيجية دولار كوست أفريج فهذا سوف يساعدك في أن تحقق أرباح خصوصا أنك تشتري في الأكستريم فير هذا بحد ذاته إشارة إيجابية جدا لك إشارة لك إيجابية لكي تشتري لأنه خصوصا أنك تشتري من خلال مؤشر الخوف وتبيع في مؤشر الغريد يعني أن ذاك سوف تكون رابحا بإذن الله خلال أشهر يعني إذا اشتريت من خلال هذه الأسعار فأقل شيء أقل شيء إذا لم يعمل البيتكوين يعني حركة نازلة فغالب الأحيان سوف نتحرك إلى الأعلى وهذا لا بد منه لأن السوق لا يذهب في اتجاه واحد دائما يكون صعود ونزول ومؤشرات تقول لي بأننا صدنا القاع ووصلنا إلى القاع لكن هذا لا نستبعد أن يكون سبرينغ إضافي لنزول إلى مناطق أسفل من هذا من أجل استياد السيول كما شرحنا في هذه المناطق التي تشاهدها هنا هنا ستوبات هنا ستوبات ستوبات على الأرض إذا أخذت مثلا هنا ستوبات موجودة هنا السوق يذهب لهذه السوق يعني سواء أخذته على البيتكوين أو أي عملة فعندك هنا السوق يتذبذب بينها يذهب إلى هذه المناطق ثم يذهب إلى هذه المناطق لذا أنت حينما هناك شخص يدخل هنا سبوت مثلا فعنده حينما يدخل هنا فلاه ستوبات على العموم عنده ستوبات هذه الستوبات فالسوق سوف يذهب إليها لأن سيولة يحركها الماركت ميكر يريد هذه السيولة يريد أن ينتفع لا بايننس ولا غيرها ولا منصات تريد هذه يذهب إليها كما شرحنا في عدة فيديوهات وتحدثنا أن السوق يذهب نحو أينما وجدت فهو يبحث عنها الماركت ميكر هدفه أن يذهب إلى هذه السيولة منطقة اللاية السيولة ولماذا كسرنا هذا شرحنا هذا حينما تحدثنا عن Volume Profile وقلنا هذا الأمر حينما كنا في هذه المناطق وقلت لكم هذه المنطقة غير جيدة حينما كنا في هذا المكان لماذا تم الكسر لأن هذه المنطقة ليس فيها سيولة لم تكن فيها سيولة وبالتالي نكسرها سهلا جدا لأن سوف يذهب هذا الفراغ الموجود في Volume Profile أكيد حينما نصل إليه لا يوجد دعوم قوية بين قوسين وسيولة كافية لوقف السعر وبالتالي فكان واضح وجلي أن سوف نكسرها إلى الأسفل ونذهب لاستياد السيولة التي كانت كبيرة جدا في مناطق شراء إيرون ماسك وغيره من الحتان الذين اشتروا على هذه الأصحاب هذا باختصار شديد حول وضع أخينا وسؤاله البريء الذي يتردد ويعاد في كل مرة مثلا حينما تحدثنا عن عملات الأمس وقلنا هذه العملات مرجح للصعود نعم وفقنا الحمد لله أنها صعدت من لحظة حديثي عنها لكن هذا لا يعني أنها بعد ذلك بدأت صحح إذن لا يعني أنني سأقول لك مثلا حينما تحدثت عن العملة وقلت أنها سوف تصعد فهذه كانت عن طريق مؤشرات التي رأيت واتضح لي أنها سوف تحرك صعودا وهو الذي حدث أن السوق كله صعد أنذاك لكن الآن نحن في مناطق بين قوسين البيتكوين بدأ يحرك شيئا غير تيادي ولبالتالي وجب الحذر أصبح كنا الآن في مناطق خطر ومناطق غير عادية لماذا؟ لأنه كما تشاهد معي هذه الحركة التي لم تعجبني على الآلت حاليا مقابل البيتكوين أي أنه هذا الارتداد الذي حدث من خلال الدومينونس هو أكيد على الفرس تيب لا يشكل عندي مشكل بين قوسين ما يزيد من فرص أن نعمل دادكات باونس ونواصل نزول الدومينونس لكن أريد أن أرى نماذج تؤكد هذا الاتجاه لحد الساعة لازال خويا ولازال تماسك الدومينونس قويا وأن الحيتان بدأت تبيع الآلت للبيتكوين لذا وجب الحذر نعم خلال الساعات القليلة الماضية بدأ نعمل الارتداد لكنه ارتداد ضعيف وخجول لذا وجب الحذر من دخول الآلت من دخول الآلت إلا إذا البيتكوين وقام الدولار لكي لا تقع فريسة لما يقع وإذا حدث ودخل لابد لك من إدارة مالية دائما إدارة مالية وستو وإلا إذا كان استثمارا فيجب أن تحسب ذلك من خلال الإدارة المالية وتعيد حساباتك بشكل جيد وأن لا يعني تغتر بتحليل فلان أو علان أو أي كان الشيء الذي أردت الحديث عنه اليوم وجدته يعني خلال تويتر يتحدثون عنه ولفت انتباهي صراحة وهو وضع الشورت وضع الشورت يعني غير طيب على الإطلاق يعني هو ليس الشورت وحدة حتى اللونغ فهو في وضع صعود يعني في مناطق صعود لكن الشورت بكمية كبيرة جدا خلال الأيام الماضية ربما هناك إنسايدر عنده معلومات غير التي عندنا هناك ربما حتان الميجاويل الذي يحرك هذا فقط على بيتفينكس هذا الميجاويل الذي يعمل هذا الشورت بهذا الطريقة فهو غير آمن بالنسبة إلي وفيه نوع من الشك خصوصا أنه خلال الدمب التاسع عشر لاحظ الذي سبق الدمب يوم الدمب على البيتكوين أنا صراحة لم ألتفت إلى هذه الأمر يعني رغم أني كنت أعلم أنهم يعملون شوق لكن لم ألتفت أنه هناك ميجاويل على بيتفينكس عمل هذا العمل أنا رأيت على أوكيكس أنه فعلا عمل كما شرحت آنفا في إحدى الفيديوهات وقلت لكم السؤول التي حدثت هذا لكن لم أرى هذه الحركة الرهيبة على بيتفينكس فهذا ربما ما يدعو للقلق والحذر يعني فربما سوف يدعونا هذا لتخفيف الكميات للعملات لذا وجب الحذر وجب الحذر أحبابي الوضع حاليا لا زال آمنا لكن وجب الحذر لأن الوضع العام للسوق فيه ما فيه لذا وجب أخ الحيط والحذر وهذا الأخ الذي يعني بين وغيره كثير الذين يعني يلتمسون فينا الخير ويتوسمون منا الربح بإذن الله عز وجل وما لا نملكه فهو بيد الله عز وجل فلما نحن إلا نأخذ ببعض الأسباب التي تعلمناها لكن الذي أقول لك يا أخي أنه في هذا الوضع احذر إما أن تدخل في عملات طيبة والتي على قيعان جيدة مثلا سوف نمر إلى بعض العملات التي يمكن النظر فيها ونظر وضعها يعني الحالي بما فيها بعض العملات الشيت كوين ولهذا سوف تطرق لبعض منها ونرى هل يمكن الدخول فيها أو لا وبعدها سوف نتطرق إلى شرح بعض آليات الإشيموكو وكيف تتداول عليه وكيف تحلل الشرط بكل بساطة من خلال اتجاه العام ثم تنزل ثم تنزل وهكذا لكي يكون لك قدم ساق إن شاء الله في هذا السوق ولا تخف بعد ذلك من تقلباته الوضع كما ذكرت هنا أمس وقلت أنه هنا على العملات وكأننا نقف عند هذا الترند ولا نتحرك تقريبا نقول ربما كسرنا لكن يبقى وضعه غير طيب للعوم وكأننا كما تشاهدون معي على الأربع ساعات وأنه يعمل مقاومة قوية وفي كل مرة نرتكز ولا نستطيع المرور فهذا غير جيد حاليا لكن كسره يسهل العمل يعني كسره يكفي أن نكسره ثم نعمل الـ خلف كما شرحنا الآن ودائما قلنا كسر الـ أو كسر ديمار هذا الشرط فالمهم عندي هو الـ خلف تريندلاين الـ هو أهم عنصر عندي بعد أن نرى الـ خلف تريندلاين وهو ما يدعوني للدخول بعد ذلك بإمه الله عز وجل الآن نحن في مراحل الضبابية عدم تضاح الرؤية بين القوسين الاتجاه العام لا زال صاعدا لم يتغير الاتجاه ولهذا نحن باقون يعني في العملات وباقون في السوق عموما لأن الاتجاه لا زال عندنا بوليش ولم يتغير ولهذا لم نخرج من عملاتنا ولا من أي شيء منها للأخ الذي معنا في الكورس مع الدكتور المهدي هذا الأخ الذي يسأل وكانت هذه العملة مثلا لما أعتقد ضمت مثلا لما أعتقد ونحاول شرح وضع هذه العملة هذه العملة كما سبق وشرحت أنني كنت طارت من العملات التي كنت محتفظ بها منذ مدة ثم طارت عليها فلم أعد الدخول ولم أدخل عليها إلا الآن فقد أعطتني مؤشرات للدخول حاليا أنتظر وضعها فنحن ما نشكل هذا الـ حاليا تقريبا أو مراحل التجميع يستحسن أن تطول المدة لأنه حاليا فقط بين قوسين أسبوع أو ثلاث أسابيع في هذا الرنج لا تكفي بين قوسين لإعادة تجميع وخصوصا على الشيت كوين لذا يستحسن ولو كنا بين قوسين نحن أسفل الـ على هذه العملة نحن أسفل الـ هذا شيء ممتاز يعني عندنا جيدة عندك ممنتوم بين قوسين لا زال لم يعطيك شيء الممنتوم لا زال نازل إذن لا يمكن الحديث عن الدخول في هذه العملة الآن إلا إذا أردت الدخول على مراحل حاليا لم يظهر النهاية لهذا الترند النازل لحد الساعة يعني وهذا التصحيح الكبير الذي حدث مثلا على هذه العملة فهذه أسعار طيبة على العموم إذا أردت أن تدخل حتى دولار كورس أفريج على هذه العملة فلا إشكال لكن الإدارة المالية مهمة لك في هذا الوضع خصوصا يعني حينما ترى تصحيح مثل هذا فهذا كيفما كان الحال فهو يبقى طيبا وذكرنا أن هذه العملة بدأ بعض الكبار عليها يعني يأخذون موقعهم على ما أذكر أو بدأوا في البيع على ما أعتقد لا أذكر بالضبط لا أذكر سوف ننظر يعني هل بدأ بعد هذا التصحيح بدأ نوع من في هذا الثلاثة الماضية تلاحظون أنه بدأ الكبار يجمعون يعني بدأوا التجميع إذن هذا مؤشر جيد على الشرط يظهر ذلك فقط على فريم دايلي نلاحظ هذا الذي يتشكل عندي يعني أنه بدأ التجميع بشكل جيد هذا شيء طيب إذن أنت في مراحل التجميع هذه اعتبر نفسك داخل هذا بكل بساطة يعني حتى ولم كنت لا تعرف السيولة ولا تعرف أدواتها ولا غير ذلك اعتبر نفسك داخل رنج تجميعي أو إعادة تجميع لهذه العملة داخل هذا الرنج إما أن تشتري في هذه المناطق السفلية يعني التي تراها هنا في هذه الأماكن السفلية التي في هذا المكان بالضبط يعني في هذه الضيول التي تراها هذه مناطق يدافع عنها كبار إذن أن تشتري معهم فهذا شيء ممتاز إما تعمل وذكرنا هذا آنفا وبعض الحديث أننا كنا نتحدث عن أخذ لك الريلوزون على هذه المنطقة واشتري بكل ما تحمل الكلمة معنا عندك الريلوزون هي هذه المنطقة بالضبط تتوافق مع المربع الذي وضعناه بالضبط يعني الريلوزون عندك فهذه مناطق شراء منتاز لم تن كيف ما كان الحال فهذا الوضع منتاز جدا لك إذن هذا في تحليلي الأساسي على العملة الآن سوف أحاول أن أشرح لك وأحاول أن أحلل لك هذه العملة عن طريق الإشمكوب وكيف أنك تستطيع الدخول في هذه العملة بإذن الله عز و الله عن طريق إشمكوب بكل بساطة وأحاول في هذه الحلقة إن شاء الله أن أعطيك شرحا مبسطا لكيف لكيفية استخدام المؤشر لتحليل عملة كيفما كانت أول شيء أول شيء ذكرنا أنك سوف تأخذ إشمكو أو تأخذ مؤشري الخاص الذي فيه الإشمكو مع إذا أردت يمكنك إزالة إذا أردت إذا أردت وترك فقط المؤشر الإشمكو أول شيء حينما نحل العملة كيفما كانت نذهب إلى التين فريم الكبير كما شرحنا على التين فريم الشهري العملة تبدو تبدو كسرت كيجون ولا تنكان وهي تتجه نحو الغيمة لغم أنه ليس هناك إشترق كبير وبالتالي فالعملة لا يعطيك الإشمكو على الـ وعلى الـ نلاحظ أنه هنا على الـ يعطيك الغيمة التي هي رقيقة جدا في هذه المستويات وبعيدة جدا إذا أخذنا على ثري دايز إذا أخذنا على ثري دايز تلاحظ أننا بين قوسين كسرنا الغيمة هذا مؤشر سلبي كسرنا الغيمة على ثري دايز أي أن العملة لازالت سلبية وخصوصا اختراق لشيكو أو لغينسبان السعر ولا تنكان ولا كيجون فهذا مؤشر سلبي على ثري دايز العملة إذن لازالت سلبية على ثري دايز إذن هذه نظرة العامة على ثري دايز هي سلبية إذن سوف نذهب إلى الديلي وننظر كيف هي وضعها على الديلي كما تشاهد معي نحن أسفل الغيمة إذن نحن بريش دون منازل نحن فيما بيعية مطلقة ولا إشكال إذن عندي نحن على الإشمكو على التنكان الذي تراه هنا هذه التنكان وهذه لكيجون إذن إذا أغلقنا شمعتين كبيرتين على التنكان فالمستهدف على العموم المستهدف خذه طريقة أو أداة لأتداول أنه سوف إذا كسرنا في حالة ما أغلقنا وتم الكسر إيجابي يعني حاليا لم نكسر ولا شمعة لا تنكان كما تشاهد ولا شمعة دايز كسرنا لأنه في كل شمعة الشمعة التي تليها يعني تعمل لأسعر نريد شمعتين ثلاث لتؤكد كل شمعة أتت تأكيد ثم تأتي الأخرى لتنفي الاتجاه إذن في كل مرة نتحرك فتأتي نفترض أن هذه الشمعة أغلقت والشمعة التي أغلقت فوق لا تنكان إذن حينما نغلق فوق لا تنكان هذا وأشرد لك إذن هل تنكان عندك في هذا المستوى قل أنه الذي صرع بالأزرق هذا لقم 35952 إذا أغلقنا فوقها وتثبتنا من هذا فالهدف سوف يكون نحو لاكيجون كمستهدف إذن لاكيجون عندك في 51394 يعني تقريبا بين قوسين ما يقارب 30 أو 34% على فريم الديبي إذا إذا تم هذا الأمر لحد الساعة رغم أننا هذا هذه الطريقة في التداول تسمى طريقة خطرة ومعروفة فقط لمن يريد السكالب أو التداول ضد التيار لأن اتجاه العام صاعد في الأصل لا نأخذ هذا الترند لا نأخذه على الإطلاق إذا كنا نريد الأمان أما إذا أردنا نوع من المخاطرة ريسك ريوورد ريشيو فالمستهدف حينما نكسر لتنكان دائما نستهدف لكيجون خصوصا في ترند نازل حينما نكسر لتنكان نذهب إلى لكيجون والعكس صحيح هذه الموفين أفريج الخاصة بإشيموكو لتنكان والكيجون هي دائما تكون ملتصقة بالسعر كما شرحنا آلفان ودائما تكون مرتبطة بالسعر وكلما ذهب السعر ابتعد عنها إلا وحاول العودة إليها يعني السعر حاليا يبتعد إما أن لكيجون سوف تعود إلى السعر أو الأسعار سوف تذهب لكيجون وهكذا يعني فهي مسوسطة على 26 فعلى العموم سوف تعود الأسعار إليها أو سوف تذهب إلى الأسعار باختصار شديد إذن إذا أردت أن تضع مقاومات سوف تقول عندي مقاومة في هذا المكان على لكيجون إذن المستهدفي إذا بعت سوف يكون عند هذا المكان عند لكيجون عفو لا أدري ماذا لكيجون هذا الذي يصنع العجب إذن سوف نستهدف لكيجون يعني الهدف حينما يكون كسر للمنطقة التي نريد سوف نذهب إلى لكيجون إذن عندي مستهدف يكون في هذا المكان هذا نحن على الأربع ساعات على فريم الديلي عفو وبعد الإغلاق فوق لكيجون أغلاق قلنا أن المستهدف بعد لكيجون يكون الغيمة إما لا الس الذي ترى هذه أو لا الس ب إذا كسرنا يكون الذهاب إلى الس ب ومنطقة الغيمة كما شرحنا آنفا هي منطقة التذبذب أو الرينج أو منطقة اللاتداول منطقة التي يكون فيها داخل الرينج إذا أخذت على تيم فريم الديلي سنقول أننا بسي أننا نازلون ولا تريند لازالت تعمل مقاومة موضعية على السعر ولا يريد الحركة ولا يريد الذهاب أكثر من ذلك إذن الأفضل عندنا كإشارة الشراء في الإشيموكو تكون ممتازة هي التي نخت الأسعار تخترق الغيمة يعني نغلق أعلى من الغيمة شبعتين أو ثلاث وتأتي لل لتخترق هي أيضا الأسعار ويكون عندك confirmation مع الأسعار إذن أنا ذاك سنقول أنه عندنا إشارة شراء مع confirmation هذا إذا أخذنا بعين اعتبار سوف نذهب إلى 12 ساعة وسوف أعذروني أن أمسح كل هذه الخزعبلات والخربطات اللافنانية هذه الميزة التي لا أتوفر عليها طبعا أعرف نفسي لا استفنان ولا رسام ولا ولا أي شيء المهم نذهب إلى الأربع ساعة سوف نرى وضع الشرط على الأربع ساعات على الأربع ساعات سوف تلاحظ أننا في هذه اللحظة أغلقنا فوق لاتنكان وحينما أغلقنا فوق لاتنكان ذهبنا فعلا إلى لكي جون كمستهدف إذن ذهبنا إلى لكي جون وأغلقنا فوق لكي جون كانت إشارة إيجابية لكن الشمعة التي تلتها عملت لنا للذهاب إذن فعودنا إلى لاتنكان إذن نحن نتذبذب بين الأربع ساعات إذا كسرناها فاعلم أننا سوف نذهب إلى الغيمة إذا أغلقنا وتثبتنا وحتى إذا بدأ يعمل هذا الرنج ممكن نذهب إلى الغيمة بعد ذلك ممكن حينما نكسر الغيمة ممكن الترند يتغير بعدها خصوصا أنه سوف يطول هذا الرنج الذي تراه هنا ثم بعد ذلك سوف نكسر الغيمة وتأتي للاجنسبان التي تراها هنا ثم تعمل ربما هذه الحركة وتعطيك الـ Confirmation أنذاك سوف نقول أنه أعطيت لك الـ Confirmation سوف نذهب إلى Zainframe أقل الآن سوف نذهب إلى الأربع ساعات على الأربع ساعات تلاحظ معي أنه هنا كسرنا الغيمة سوف نمسح هذه الشخبطات والخربطات المعقولة عندك بعد كسر الغيمة ستلاحظ معي أنه كسرنا الغيمة سيقول إذا إشارت لا الـ Lugin Span لازالت داخل الغيمة وها هي عاملة Bum Dump إذن فعلا هذه الـ Lugin Span لم تعطيك الـ Confirmation إذن هذا الكسر بين قوسين كسر شبه كاذب لأن الـ Lugin Span لم تعطيك Confirmation أنا أعطيك أسهل طريقة لكي تستداول بيع إذن تنتظر أن يكون لك إذن نحن في Trend نازل أول شيء على الأقل أن ترى حركة إيجابية على فريم صغير ثم تصعد الذي يليه ثم الذي يليه وهكذا إلى أن تصل إلى فريم الـ Daily أن ذك سوف تعرف أنه الاتجاه بدأ يتغير والتغير يأتي من الـ Frame الصغيرة الآن أنت على فريم كبير نسبيا متوسط على الأربع ساعات وهو جيد خصوصا وما ترى معي هنا يا حبيبي ويا أخي في الله أن هنا مقاومة وهي عندك مقاومة واضحة جدا عبارة عن الـ SSB موجودة هنا هذا يدلك حينما ترى الـ SSB التي تجدها هنا وترى أنها مستوية اعلم أنك داخل ونحن ما نحن فيه حاليا نحن داخل هذا باختصار إذن ما الذي أريد أن يحدث داخل الشرط هو أريد أن نغلق وتأتي الـ Lugin Span بعد ذلك وتعطيني إشارة شراء لتغيير الاتجاه على الأقل أن ذاك سوف أقول أنه السعر بدأ يتغير سوف نذهب مثلا إلى Time Frame 2 ساعات لا شيء لأن ليس هناك أي اختراق وليس هناك أي إشارة نذهب إلى Frame الساعة على Frame الساعة هنا كانت أول أول إشارة شراء مع confirmation على الـ Lugin Span لكن لاحظ هذا الارتداد المباشر من خلال هذه المقاومة هذا أعطاني الـ Invalidation مباشرة يعني بعد أن وصلنا إلى هذه المنطقة كان هنا عبارة لأن هنا تلاحظ أنه عندك مقاومة شديدة وهذه المقاومة ردت لك الـ Lugin Span بكل قوة بكل قوة دليل على أنه فعلا لم نخترق هذا المكان إذن أقل شيء هنا ترى أن عندك هذه المقاومة التي دائما قلنا هذه البلاع التي ترى على الـ S-S-B والـ S-S-A تكون دائما مقاومة ودعوم ودعوم ومقاومات قوية هذه من النماذج الموجودة والرائعة في إشموكو هو أن كل هذا البلاع الموجود على الـ S-S-B والـ S-S-A كلها وعلى كيجون وعلى تنكان حين ترى مستوية فاعلم أنها تكون مقاومات وهو دعوم قوية مثلا هنا عندك دعم قوي وتلاحظ أنه لم يستطع اختراق هذا المكان لماذا؟ لأنه هذا دعم قوي وتلاحظ أنه فعلا دعم قوي رد السهل حين وصلنا ولم يغلق أسفل منه هذه هي الطريقة السهلة جدا التي تستطيع بها أنت كمبتدئ أن ترى تذهب من التيمفريم الكبير ثم تنزل إلى التيمفريمات الصغيرة إلى غير ذلك من الأمور وهكذا حتى تتضح لك سوف نذهب مثلا إلى عملة قوية وعلى فريم كبير وهي قوية مثلا على هذه العملة هذه العملة إذا أخذناها على UST أنا متقاب نريد فيها شرط طويل هنا نراحظ أننا أعلى من الغيمة بكل بساطة ونحن أعلى من التكن ولكن نجونا على الوكلي إذن لازالت العملة سولانا بكل بساطة إذن عندك هنا أن العملة على فريم الويكلي هي لازالت صعيدة على فريم الويكلي لازالت صعيدة إذن نبحث فيها عن فرص شراء إذا كنت أريد أن أدخل فيها بعد كل تصحيح أدخل من أجل أن أشتري مثلا على فريم 12 ساعة أو 4 ساعات إذا وجدت رؤية مثلا هنا إذا عدت مثلا إلى هذا المكان تلاحظ معي أين سوف نعود إلى هذا المكان هنا حينما بدأنا بكسر الغيمة سوف نعود وتلاحظ معي سوف نكسر الغيمة أول شيء هنا هذه أول إشارة إيجابية للعملة لكن كما قلنا أنه كما تشاهد معي لم تعطيك بعد إذن هذا الاختراق بين قوسين طيب ممتاز جيد على الأربع ساعات وخصوصا هذا الريك للتنكان من كيجون والارتكاز على كيجون والتنكان واختراق لتنكان واختراق الغيمة هذه كلها مؤشرات ممتازة جدا بقي فقط لدخول في هذه العملة إذا كنت متداول بالإشي مكو ترى أنه هذه الاتجاه العام يعني صاعد وعلى الفريم الأربع ساعات أعطاك شبه إشارة شراء كنا دخلنا هنا في الترند نازل تصحيح ثم بعد هذا تصحيح الذي حدث الآن بدأنا نخترق الغيمة ونذهب ننتظر متى تم أعطاؤنا إشارة شراء هنا أحباب أعطانا لخروج من السعر وهنا ممتازة لكن لا يجب للاقنسبان بعد الاختراق أن تدخل داخل الغيمة مرة أخرى لإعطائك الشك لذا نريد أن يكون اختراقا حقيقيا وقويا ننتظر وننظر هنا دخلت هنا ممتاز أعادت الخروج بشكل جيد عادت الارتكاز تلاحي أنها ارتكز على التنكان ولكن النزول الذي صححت منه العملة عادت للارتكاز على الكيجون عفوا هذا شيء ممتاز إذن الارتكاز على المؤشر القوي لإشيموكو وقلنا أن الكيجون من أقوى مؤشرات إشيموكو وأنه ممكن التتاول به في كثير من حالات ممكن استخدامه فقط هو كدعم ومقاومة قوية وكسره وإغلاقه فوقهم بشمعتين مسارية كما قلنا أو ثالث الشمعات يعطيك كونفرميشن لا مثيلة لها يعني في التجاه للعملة إذن الآن عندنا كونفرميشن عندنا صعود للعملة بين قوسين واختراق للاقين سبان وكونفرميشن إذن في أنا بعد هذا الصعود وهذا الاختراق هنا أبحث عن نقطة شراء مثلا هناك من الطرق ومن استراتيجيات الإشيموكو يستخدمها بعد المتداولين هو ما نسميه بلاكيجون دعم للاكيجون كما حدث هنا يعني أي شراء في هذا كونفرميشن هناك ما ينتظر يعني خصوصا بعد الصعود كما هذا الذي حدث ينتظر تصحيحة للدخول رغم أنه الإشارة أعطتك بالخروج إلى غير ذلك فهو ينتظر إعادة الاختبار للدخول في الصفقة وهذه صفقة ممتازة إذا أعطاك إعادة الاختبار يكون ممتازا وإذا لم يعطيك ممكن أن تشتري إما لاكيجون أو لا تنكن عفوا هي الأولى وبعدها تنتظر لاكيجون إذا حدثت وستوب يكون لك أسفل هذا أو إذا أردت آمن أنت يكون أسفل الغيمة وأنت تدير الإدارة المالية حسب الصفقة حسب والإدارة المالية طبعا يعني حسب الدخول الخاص بك وستوب الذي وضعته سواء هنا هذا سري أو ضيق هذا سطوب متسع جيد يعطيك مزيدا من الأمان لأنه عندك دعوم قبلك عندك هذا الدعم وعندك هذا الدعم فاختراقهما أكيد سيكون عندك هذا الدعم فاختراقهما سيكون أنه الذهب إلى هذا سطوب يعني تغييرا تجاه تقريبا تغيير الاتجاه إذن قلنا أنه نشتري لاكيجون باونس أو هذا لأنه عندنا الثانية عندنا جيدة هنا لاحظ ماذا حدث هنا حدث أنه أغلقنا خلف وخلف لاكيجون لاحظ أنهم كيف استطادوا هذه السطوبات التي كانت موجودة هنا لكن الذي وضع في هذا المكان لم يستطد وأن الالتداد جاء من الغيمة لحد إذن فهذا الدخول كان جيدا إذا وضع في هذا المكان لحد الساعة وننظر هذه الطريقة بالنسبة إلى الأأمن لك والسهل والميصر بإذن الله عز وجل للدخول في صفقات إذن هذه الصفقة التي دخلها كمستهدف لأن السوق صاعد لأن السوق صاعد إذن نظرة العامة كما قلنا على الوكلي صاعد على الديلي كيف هي كانت صاعدة ونزلت نحو الغيمة لكن لم تعطيك confirmation على الديلي إذن لازال التجاه صاعدا وكما تلاحظ معي أننا كسرنا الغيمة هنا لكن لأن لم تعطيك confirmation والجميل هو الو pattern الذي ترى هنا هذا شيء ممتاز وهذا extremely bullish لمواصلة الصعود والتجاه العام أعتقد أن سأتوقف عند هذا الحذ وهذا الشرح حاولت بطريقة ميسرة إن شاء الله أن أوصل لك المعلومة لكي تستطيع التداول بالإشيموكو بكل بساطة بإذن الله إذا أعجبك هذا المحتوى فلا تنسى الاشتراك طبعا في القناة وسبنا في التعليقات إذا أردت أن نأخذ بعض الحسنات بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله ونواصل مع الإخوان في الدورة تفضلوا يا أحباب وتفضلوا لأسئلاتكم أوقف التسجيل سأوقف التسجيل تفضلوا يا أحباب